موسيقى اهلا بكم الى موجز الانباء في المستهل اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان الدولة الجزائرية وضعت ملف التاريخ والذاكرة بعيدا عن اي مساومات او تنازلات الرئيس تبون في رسالة وجهها الى الامة بمناسبة احياء اليوم الوطن للذاكرة المخلد لذكر مجازر الثامن مايه خمسة واربعين ذكر بان الدولة عازمة في جزائر جديدة سامقة وفية على ادراج ملف التاريخ والذاكرة في المسار الذي يمكن من اضفاء كامل الشفافية والنزاهة والموضوعية بعيدا عن اي مساومات او تنازلات واكد الرئيس تبون ان هذه الذكرى تندرج ضمن الايام الوطنية الخالدة التي صنع فيها الشعب الجزائري امجادا وملاحم تاريخية عظيمة ستظل متجذرة في وجدانه هذا واكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان الجزائر استطاعت استرجع مكانتها في افريقيا مشددا على ضرورة ان يكون للجزائر وجود فعال بالقار رئيس تبون كشف عن شروع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من اجل التضامن والتنمية في انجاز باكورة مشاريعها بغضون شهر ومع فتح خطوط بحرية مع دول غرب افريقيا وتدشين اول مصرف جزائري بسنغال في غضون ثلاثة اشهر على اقصى تقدير وفي شأن الفلسطيني قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان ما يحدث من اعتداء في المسجد الاقصى المبارك وتدنيس له من قبل جنود الاحتلال الصهيوني دون ان يحرك احد ساكنا امر غير مقبول الرئيس تبون اعرب عن اماله في ان يتحول التشرذم العربي الى قوة مؤكدا ان هناك نظاما دوليا فرض نفسه على الضعيف قبل القوي كما تمنى تبون ان يتغير الوضع وتتغير معه النظرة العربية وان يتحول هذا التشرذم الى قوة والى نظام عربي وفي نفس السياق دعا الاتحاد الاوروبي الكيان الصهيوني الى وقف جميع عمليات الهدم والاخلاء بالاراضي الفلسطينية المحتلة كما دعاه الى احترام حق الاطفال في التعليم التكتل الاوروبي في بيان نقلته وكلة الانباء الفلسطينية وفا اعتبر عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال الصهيوني غير شرعية بموجب القانون الدولي محذرا من تداعيات تعميق معاناة الفلسطينيين والتصعيد في بيئة متوترة الاتحاد الاوروبي اعرض ايضا عن صدمته من اقدام سلطات الاحتلال على هدم مدرسة جب الديب الممولة من طرفه والتي تضمن التعليم لستين طفلا شرقي بيت نحم وفق وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع غير عادي على عودة سوريا الى جامعة دول العربية وذلك بعد 12 سنة كاملة من تعليق عضويتها وقال المتحدث باسم الجامعة العربية في تصريحات صحفية الاحد ان الجامعة تبنت قرارا يقضي باستعادة سوريا مقعدها وكانت دمشق قد فقدت عضويتها بالجامعة العربية اثر الازمة الامنية التي شهدتها سوريا عام 2011 وما آلت اليه من تطورات فرضت على اثرها عديد الدول العربية قطيعة مع دمشق قبل ان تستأنف الاتصالات معها مؤخرا هذا ويبحث وزراء الخارجية العرب في العاصمة المصرية القاهرة الاحد تداعيات المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع كأهم الملفات المطروحة على طاولة النقاش وسيسلط الاجتماع الضوء على الابعاد السياسية والامنية والانسانية والاجتماعية والاقتصادية للازمة السودانية وفق ما اكده الناطق باسم الجامعة العربية جمال رشدي في تصريحات صحفية مساء السبت ختام الموجز الاخباري نلتقي على رأس الساعة بحول الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة